بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشارة الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فأحييكم وأرحب بكم في الوحدة الثالثة من شرح مادة مصطلح الحديث وفي هذه الوحدة كالعادة سوف نبدأ بهذه الشريحة التذكيرية والتي تعرض لنا وحدات هذا المنهج الوحدة الأولى وقد انتهينا من شرحها وتقدمت لنا وكذلك الوحدة الثانية وفي هذا اليوم سوف نتعرض الوحدة الثالثة الخبر باعتبار طرقه وسيعتبار من ذلك إن شاء الله وفي هذه المحاضرة ثم ستأتي بعد ذلك بقية الوحدات تباعا الوحدة الرابعة فالخامسة فالسادسة ثم الوحدة السابعة وأخيرا الوحدة الثامنة في الوحدة الثالثة والتي تتكون ندت محاضرات سوف نستعرض ما يتعلق بتقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا أو باعتبار الطرق التي وصل بها إلينا والأحاديث التي وصلت إلينا وصلت إلينا محفوظة لله الحمد بأحد طريقين فإما أن تكون بطريق التواتر وإما أن تكون بطريق الأحاد والمتواتر عندنا له بعض الأحكام وكذلك الأحاد له بعض الأحكام متعلقة به وبأقسامه وساعة بيانها إن شاء الله فنبدأ أولا بالحديث عن القسم الأول من أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا وكما ذكرنا سابقا فإن الخبر والخبر هنا كما ذكرنا بمعنى الحديث ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين القسم الأول أن يكون له طرق لكن غير محصورة غير محصورة بعدد معين فليست عشر ولا عشرين ولا ثلاثين لكنها أكثر وضمن الضوابط معينة سيأتي بيانها في التعريف الذي سنعرف به المتواتر بعد قليل فهنا إذا كان للخبر طرق بلا حصر بعدد معين فهو المتواتر وإما أن تكون طرقه محصورة بعدد معين كأن يكون أردنا بطريق واحدة وإما أن يكون أردنا بطريقين أو ثلاثة أو هكذا فألا الذي حصر الطرق يقال له الآحد يقال له الآحد سنبدأ في بيان هذه الأقسام متعلقة بالمتواتر والمتعلقة بالآحد فنبدأ بالقسم الأول وما يتعلق بالخبر المتواتر تعريفه الخبر المتواتر في اللغة التواتر في اللغة يقال تواتر هو اسم فاعل مشتق من التواتر متواتر اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله أي تتابع نزوله وأما في الاصطلاح فالذي اتفق عليه المحدثون أن يعرفوه بقولهم هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وبعضهم يزيد في التعريف وأسندوه إلى شيء محسوس هذا هو التعريف الذي ذكره فيما يتعلق بقضية التواتر ومقصودهم بمعنى هذا التعريف أي هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يعني غير محصورين بعدد معين كما سبق بيانه ومن كثرتهم يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواه قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر أو تواطئوا عليه أو تواطئوا على ذلك فالناظر يحكم عقلا بأن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا اتفقوا أو تواطئوا على اختلاق مثل هذا الحديث ومثل هذا الخبر هذا معنى التعريف من خلال التعريف سيتبين أن قضية أخرى من قضايا المتواتر وهي شروطه لا يسمى الحديث المتواتر متواترا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الشرط الأول وهو أن يرويه عدد كثير يعني في كل طبقة من طبقاته في كل طبقة يعني يرويه عنه بسرعه وسلم في الطبقة الأولى عدد من الصحابة ويرويه عن الصحابة من التابعين عدد كثير أيضا وهكذا في من يرويه عن التابعين في كل طبقة من طبقاته يكون فيه عدد كثير طيب كم هؤلاء الكثير الذين في كل طبقة من طبقاته اختلف في هذا الأمر على أقوال متعددة اختار مصنف الكتاب أنه ينبغي أن لا يقل عن عشرة أشخاص عن عشرة أشخاص في كل طبقة من طبقاته الشرق الثاني أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند يعني ليست في طبقة واحدة من الطبقات ولذا يجب أن تكون كثرة في كل هذه الطبقات فلو اختلت الكثرة في إحدى هذه الطبقات فيسقط بذلك التواتر ويقول الحكم على الحديث باعتبار أقل طبقة من طبقاته الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وذلك بكان يكون من بلاد مختلفة ومن أجناس مختلفة ومن قبائل شتى فتحيل العادة أن يكون هؤلاء اتفقوا أو تواطئوا على أن يكذبوا ويخترقوا مثل هذا الخبر وبالتالي يثبت له حكم التواتر وبناء عليه، بناء على مثل هذا الأمر إذا كانوا من بلاد مختلفة وأجناس مختلفة ومذاهب مختلفة فقد يكثر عدد المخبرين ولا يثبت للخبر حكم التواتر وقد يكون العكس أيضا يكثر عدد المخبرين ولا يثبت للخبر حكم التواتر لأن العادة لم تحيل أن يمكن أن يكون هؤلاء على الكذب مثلا وقد يقل العدد يكون عدده قليلا لكن تجعل العادة أنه لا يمكن أن يتواطئوا على الكذب فنحكم له بالتواتر وذلك لكونهم كما ذكرنا من بلاد مختلفة وأجناس مختلفة الشرط الرابع والأخير أن يكون مستند خبرهم الحس يعني أن يكون الخبر الذي يروى يستند إلى شيء من الحواس كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو ما أشبه ذلك أما إن كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم مثلا فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا لأن الخبار متواترة ليس مستندها العقل وما يتعلق به هذا ما سنذكره في هذه المسألة نأتي إلى المسألة الثالثة وهي ما يتعلق بحكم الحديث المتواتر الحديث المتواتر كما يقولون يفيد العلم الضروري والمقصود بالعلم الضروري أي اليقيني ويعرفونه بأنه الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما هذا هو العلم اليقيني أو الضروري الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه فلا يتردد في تصديقه ومثله الخبر المتواتر يعني يهجم على الإنسان ولا يحتاج معه إلى نظر واستدلال فلا يملك إلا تصديقه وحينئذ يكون المتواتر كله من الحديث المقبول ولا حاجة إلى البحث في أحوال رواته وذلك يخرجه كثير منهم من مباحث علم المصطلح ويجعله من مباحث علم أصول الفتن نقف عند هذا الحد في هذه المحاضرة ونستكمل فيما يأتي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين